أكيد كلنا متابعين حالة من الزخم السياسي والشعبي اللي بنشوفها فيه الاستعداد للتصويت فيه الانتخابات الرئاسية واللي بتقول إن هذا الاستحقاق الدستوري المهم أعطى الفرصة كاملة أمام كل الطيارات السياسية للمشاركة وخوض المنافسة بقوة وده بيفتح باب كبير جداً أمام التعددية السياسية اللي ترسخت خلال الفترة اللي فاتت ده فعلاً اللي احنا شايفينه في الانتخابات الرئاسية اللي كشفت عن التطبيق الحقيقي لمفهوم التعددية الحزبية والتنفسية السياسية في مصر يمكن أهم دليل على ده هو المشاركة الفعلية من الأحزاب المصرية اللي كانت فعلاً حريصة إنها تدفع بمرشحين قادرين إنهم يثروا العملية الانتخابية عايز أقولك كمان إن الصورة المشرفة اللي بنشوفها دلوقتي للانتخابات الرئاسية واللي هتكتمل إن شاء الله بالمشاركة الوسعة من الناخبين الصورة دي هي نتاج لجلسات الحوار الوطني واللي سهمت فيه الانفتاح السياسي وسماع الرأي والرأي الآخر واللي كانت نوايا حقيقية للمشهد اللي موجود دلوقتي وكمان تشجيع مرشحين من أحزاب معارضة على خوض هذا للسباق والتواصل كمان مع المواطنين لاستعراض رؤيتهم المستقبلية في الكثير من الملفات يمكن نقول إن مؤسسات الدولة كان لها دور مهم في الوقوف على مسافة واحدة من جميع مرشحي الرئاسة ومنحوهم فرصة كاملة لاستعراض برامجهم الانتخابية على الناخبين في محافظات الجمهورية كلها عشان كده أعتقد إن يمكن حنشوف في الفترة اللي جاية إقبال كبير ومشاركة واسعة من الناخبين في عملية التصويت مرة تانية بنصبح على حضرتكم صباحكم زي الفل صباح الخير نحن كم يملكاً نحن كنت لا repدي ثوق خير نحن عشان كنط gaz نحن كتے شكرا